بدون لغات خشبك المغرب لا زاعم بشكل كافي حقوقيا في هذه النقاط أعتقد ذلك لأنه طبعاً كما تزاف دين العواميل ويدها الطبيعة السوسيو التقافية التي تعرقها التي تعرقها التي تعقلها التي تعرفها في هذه الحقوق والحروريات كما تعرفون بمثال الزواج المثليين في فرنسا هذا النقاش للثلاثين عام وتم تمرير القانون بمعارضة كبيرة وواسعة جداً من طرف الكليميسة ومن طرف اليميل الفرنسي لأن وخاء منظومة حقوق السانية كل لا يجزع تفقيل كيف الخصوص يعني؟ ولكن في الإعمال لا في الإعمال هناك طبعاً كل مجتمع مثلاً لماذا تتقاوه في هذه العدادة الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية تساعد الدولة إلى ماشي يجيبه على الدولة تساعد تساعد لأن الحقوق المدنية والسياسية لديك فابور تطلب إرادة تخسر الإعتاريال ولكي باش تلحق في التعليم والتنظر والصحة والشغل وكذا وكذا مثل المال تكلفة مالية الدول ما عنداش نفس المستوى في الطروات ما عنداش نفس المستوى في الموارد البشرية ما عنداش نفس التاريخ ما عنداش تقن واحد دولة أخذت استقلادية في قرر 18 واحدة أخذته في القرر الماضي 1950 40 60 بمعنى كين وبالتالي أنه وكين هناك ما يسمى بالتدرج ما التدرج إعمال الحقوق وإعمال الحريات هذا لا يعني أن منظومة منفاصلة منظومة كنظرية متكاملة وجزء لا يتجزع الإعمال دي لك يتطلب إحيانا لوقت يتطلب إحيانا الإمكانيات يتطلب كده وطبعا هدي مواضيع اللي بالنسبة لنا في المغرب كان أعتبرها إحدى بوارثة والطول الفكري بوارثة والطول الفكري بوارثة والطول الفكري بوارثة والطول الفكري اللي منقاسب على المشابعة ولكن كنظن بإنه النقاش لا مقسامه كينتج بزاف ديال شد ليا نقطع عليك بموضوع ديال إرث مثالي الحمد الرسوني فش كان المطلب ولكن الفكرة كتروش جيل إلغاء الإرث بالتعصير قال ما يلي تطالب بإسقاط ما فرضه الله المجتمع المغربي يقف في صف الشريعة وأحكام الدين ولن يقبل بتدخل المحاربين والمحرفين أنا كنظن بأنه مجلس الوطني في صيغته السابقة قدر يدير واحدة الرجعة الرجعة فكرية والنقاش اللي تفتحها هذا مهم جداً الناس بدون يتنقشوا بمعينة موقوش الناس يعتبروا بأن شي طابوا مقدس يمكن لاش تنقشوا عليه ممكن لاش نعضروا عليه نعطيك بيتان الرواد الأمازيغية في المغرب يديرها خمسة و ثلاثين عام و ثلاثين عام هم تناظوا في وقتين كان يعتبر البعض أن ذوك الرواد الناس حمق اليوم ولات الأمازيغية حقيقة دستورية لا ينزعه فاتش واحد لأنه كانوا لحد الناس وعد القتاع يعتبرون أقلية يعتبرون أن هناك مسن من الجنون كادا 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 اليوم هل تتوقع أن هن شو بنفس المنطق؟ طبعاً لأنه هذا الشي ما جاء شود قال لأنه دارت دراسة متميزة اللي كان فعل نوع من الاختبار تمييز مجالة متعددة كنتوا وعين أنتم ما قدروا توصيد؟ وعين بأنه هاد ردود الفعل غتكون؟ أولاً ما كانش المجلس الوطني صباق لها شيء لكن أجمعيات نسائية تطلبوا أو لكن مجلس الوطني قبل قبل أرسمي عندها نوك ها أفرة أبي يا سور طبعاً ولكن اللي كان مهم وعد الجدال اللي تفتاح والناقش اللي تفتاح واللي شاركوا فيه علم متنورين وشافوا فيه بعضين أخرين اللي ربما عندهم مواقف ديالهم شخصية أو ديال تنظيم ماء وبالتالي تنظيم ماء اللي كان يكون ديني سياسي كده واللي بنسبة لهم هادي هادي ربما من التوابط اللي كي اعتبرها من التوابط أنا كنت ستحضر هناش قال أنا كنت نقولوا بأنه في مجزاف ديالحويش اللي كان تغير اللي كان تغير لأن العصر تغير أن الحسم ديال النقاش على الإعدام ما خصوش يكون بيضر رأي العام ما عمر رأي العام كي صنع القواني وعننا سويسرا بلد اللي اللي كدر في الاستيفتاء اسبي كان يكون النبتار 15 الاستيفتاء في العام على أي حاجة على سوبر مارشيوش يخدمتها دسعوة بلد 6 في 12 لكن عموما ممكنش كان ستحضر هناش سيسبور شنو قال عبداليلة بن كيران هو رئيس الحكومة آنتاك في 2015 حوار فوق القناة المغربية تهم المجلس انتوما في أنا ذاك بتأجيج الفتنة وطلب الاعتذار ديالكم وسحب هاد الشي هذا كله محسيتوش أنا ذاك بأنه فعلا كديرو رجاو كديرو الفتنة في المغرب ولكن موقع ولو موقعت لا فتنة لا ولو إننا دن نبوعة موقع ولو موقعت لا فتنة مجيش يحد ضربنام مجيش واحد يجبع المقر المجلس الوطني ما تكرف صلناشي واحد مهددناش عند التليفون وقلوا وقلوا بالعكس ما كان كان إيجابيا إنه كمنا السبب في إعادة فتح هذا الموضوع بشري موسع بدون لغة خشب